اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر لو انت دكتور وجالك في العيادة مريض ومن ضمن الفحوصات اللي انت بتعملها له وظائف الكلا عملت له كرياتينين ويوريا او بي و ان ولقيته مرتفع او حسبت له الجي اف ار ولقيتها قليلة او لو انت دكتور في المستشفى وحجزت مريض عندك لأي سبب كان عنده مثلا التهاب رئوي عنده اما اي او جلطة في القلب عنده اي مشكلة تانية فمن ضمن الفحوصات اللي انت بتعملها وظائف الكلا فبالصدفة لقيت الكرياتينين عالي واليوريا او البي و ان عاليين ازاي تعرف ازا كان الراجل ده اكيوت كدني انجري ولا كورونيك كدني ديزيز يعني هل المشكلة بتاعة الكلا دي والوظائف العالية دي حاجة حديثة بسبب مشكلة ما حديثة وهترجع وترد ان شاء الله وتبقى كويسة ولا الراجل ده كورونيك كدني ديزيز من زمان وظائف الكلا عالية عنده من زمان ازاي تعرف تفرق بين الحالتين دول وطبعا احنا هنتكلم بسرعة شوية وبدون الدخول في تفاصيل كتيرة لان الحلقة مخصصة للاطباء حديث التخرج ازاي نقدر نفرق بين الحالتين دول وما تنساش في البداية اعملني لايك الفيديو مبدئيا كده هو انت ليه لازم تفرق اذا كان المريض ده عنده اكيوت كدني انجوري ولا كورونيك كدني ديزيز ليه لازم نفرق عشان نشوف المريض بتاعنا احنا متوقعين ان وظائف الكلا بتاعته ترجع للطبيعي ولا لا لان في الاكيوت كدني انجوري في معظم الحالات بنكون متوقعين ان الكريات يرجع طبيعي ووظائف الكلا ترجع طبيعي مرة تانية وبالتالي مش هخرج المريض من عندي نسيبه محجوز في المستشفى لحد ما ازبط له الحاجات دي واللي هو كورونيك كدني ديزيز والموضوع عنده من زمان والمشكلة قديمة فابقى عارف البيز بتاعه كان الكرياتينين بتاعه الاساسي كان عشان لو كان ارتفع زيادة عنه احاول ارجع ليه مرة تانية او لو كان هو ده البيز بتاعه ممكن يخرج من المستشفى على كده لان الراجل كورونيك كدني ديزيز فلازم نبقى عارفين الفرق بين الاثنين وندخل في الموضوع على طول ازاي نقدر نفرق ازا كان الراجل ده اكيوت كدني انجوري ولا كورونيك كدني ديزيز اولا التاريخ المرضي طبعا ممكن الراجل نفسه يقول لك انا يا دكتور عندي وظائف الكلا مرتفعة من سنتين تلاتة بسبب مرض السكر مثلا والكرياتينين بتاعي الاساسي كل ما بقيسه في حدود تلاتة تلاتة ونص يبقى انت كده خلاص عرفت ان الراجل ده سيكي دي وعرفت البيز بتاعه كان تلاتة ونص الكريات بتاعه تلاتة ونص ده الاساسي بتاعه او مثلا لو هو معت حليل قديمة وورياك الكريات من سنة مثلا الكريات من ستة شهور الكريات من ثلاث شهور ولقيت الكريات بتاعه مرتفع فده برضو سيكي دي وبالتالي لو كان جالك المريض ده والكريات بتاعه رفع عن البيز بتاعه فبتحاول تشوف ايه السبب اللي رفعه كده يبقى نشوف ايه السبب اللي رفعه هل في جفاف هل في هايبوفوليميا اي سبب تاني نحاول نصلاحه لحد ما الكريات يرجع للبيز بتاعه وبعدين نخرجه من المستشفى على الاساس بتاعه البيز بتاعه طب لو ما فيش تاريخ مرضي واضح قدامك ولا تحاليل قديمة الراجل ما يعرفش اذا كان كورونيك كيدني ديزيز ولا لا يبقى هنكمل النقطة مع بعض النقطة اللي بعد كده هو انك تشوف فيه سبب قدامك واضح سواء للأكيوت كيدني انجري او الكورونيك كيدني ديزيز ولا لا نشوف الاسباب هل الراجل دخل مثلا في هايبوفوليميا كان بينزف كان بيرجع كان بيسهل وهو راجل كبير في السن فدخل فيه جفاف بسرعة مثلا او الراجل ضغط وطي او دخل في شك بسبب مثلا اما اوي او باي سبب تاني عمله شك ولا حاجة ولا مثلا الراجل خاد ادوية قريب معروف ان هي نفروتوكسك بتسبب مشاكل في الكلا مثلا عمل اشعب السبغة السبغة من احد الحاجات المهمة ممكن يقولك انا عملت اشعب السبغة من ثلاث اربع تيام او من اسبوع مثلا يعني ولا بدأ ياخد مثلا جنتامايسين او الامينو جوليكوسيز عموما او بدأ ياخد ايس او اربس مثلا ولا مثلا بوسترينال الراجل حصل له مشكلة في البرستاطا مفاجئة فقفلت ماجر البول فحصل له ابستراكشن او حصل له حصوات في الحالب مثلا فحصل ابستراكشن فلو فيه تاريخ مرضي يقولك ان فيه مشكلة حديثة فده في الغالب هيكون اكيوت كيدني انجري اما لو المريض بتاعك ده ما عندوش اي حجم الحاجات دي والراجل مثلا عنده سكر بقاله عشر سنين او عنده ضغط بقاله عشر سنين فدمغك هتروح اكتر للكورونيكيدني ديزيز لان احنا عارفين ان السكر والضغط اكتر سببين شائعين للكورونيكيدني ديزيز يبقى النقطة دي السبب اللي واضح قدامك ايه النقطة اللي بعد كده هي السنار اي مريض وزائف الكلاب بتاعته عالية لازم تعمله سنار اشعة تلفزيونية على الحوت او على البط والحوت وبنشوف حجم الكليتين لو لقينا حجم الكليتين صغير يبقى ده غالبا كورونيكيدني ديزيز اما لو لقينا حجم الكليتين طبيعي او اكبر من الطبيعي شوية ففي الغالب اكيود كيدني انجري بس انا بقول في الغالب لان في بعض حالات الكورونيكيدني ديزيز ممكن يكون معاها حجم الكلا طبيعي او حتى كبير زي الديابيتك نفروبتي زي البوليسيستيك كيدني ديزيز زي الميلومة زي اي حاجة تعمل انفلتريشا للكلا لينفومة لوكيميا كل الحاجات دي تعمل او حتى ويبقى المريض عنده كورونيكيدني ديزيز لكن لو السنار قال لك ان هي يبقى دي غالبا كورونيكيدني ديزيز وطبعا لو في انسداد ولا حاجة وفي هايدرونفروزيز فالسنار هيوره لك ممكن يوريك السبب كمان في بعض الحالات النقطة اللي بعد كده هي كمية البول اللي المريض بيخرجها فلو لقينا يعني كمية البول قلت بشكل ملاحظ بشكل كبير فده غالبا اكيود كيدني انجري اما لو كانت كمية البول طبيعية فغالبا المريض ده عنده كورونيكيدني ديزيز لان في الكورونيكيدني ديزيز الكلا بتتكيف تدريجيا مع وظائف الكلا دي المتدهورة وتبدأ تحافظ على كمية البول اللي بتخرج يوميا وبالعكس بيلاقي مع المريض بتاع كورونيكيدني ديزيز حاجة اسمها مكتوريا يعني بيخرج بول كتير بالليل لان الكلا بتفقد قدرتها على تركيز البول اسناء النوم الشخص اللي عنده كورونيكيدني ديزيز بيدخل الحمام بول كتير بالليل كمان لان الكليته مش عارفة تركيز البول عشان يعرف ينام فلو لقينا اليورن اوتبوت قليل فغالبا ده اكيود كيدني انجري لو لقيناه طبيعي فغالبا ده كورونيكيدني ديزيز النقطة اللي بعد كده نشوف الكريات يوم عن يوم بيحصل ايه هل الكرياتينين كل يوم بيزيد كل لما عمله ألاقيه بيزيد عن اليوم اللي قبله لو بيزيد فعلا كل يوم كده يبقى ده اكيود كيدني انجري سواء لوحته او انطبف كورونيكيدني ديزيز المهم ان فيه اكيود انسلت في حاجة عمالة ترفع الكريات كل يوم اما في حالات الكورونيكيدني ديزيز اللي هي بيور بنلاقي ان الكريات بيطلع حاجة زي درجات السلم كده يرفع شوية ويستمر مسافة من الزمن على هذا الارتفاع وبعدين يرفع تاني وبعدين مسافة طويلة وبعدين يرفع تاني وهكذا اما لو كل يوم بيرفع فده اكيوت كيدني انجري النقطة اللي بعد كده نبص ده نبص على الا earnings بتاع المريض الihenجلوبين بتاع المريض كام لو لقيناه طبيعي فمعناه كده ان المريض ده اكيوت كيدني انجري لان قرائطة الدم الحمراء عمرها 120 يوم يبقى كده في الحالات الاكيوت مش هيحصل اناميا الا لو فيه سبب تاني يعمل اناميا انا هنا بتكلم على الimated disease فقط فلو لقيت الهمجلوبين طبيعي فغالبا الرجل ده اكيوت كيدني انجري اما لو لقيت الهموغلوبين قليل فغالبا ده كورونيك كيدني ديزيز بسبب نقص الاريثروبيوتين طبعا الهرمون اللي بيطلع او بيحفز النخاع العظمي انه يطلع كرة دم حامرة انه اطلع بعد كده هي الباراثيريد هرمون تحليل البيتي اتش نعمله لو طلع طبيعي فبرده غالبا ده اكيوت كيدني انجري مفيش بون ديزيز مفيش مشاكل فغالبا اكيوت كيدني انجري اما لو لقيتها عالي فغالبا ده كورونيك كيدني ديزيز بسبب نقص الكالسيوم فالغدة الجاردرقية عايز اتعوض فاتطلع باراثيريد هرمون كتير يبقى النقطة اللي بعد كده هي الباراثيريد هرمون لو لقيتها طبيعي غالبا اكيوت كيدني انجري لو لقيتها عالي غالبا كورونيك كيدني ديزيز النقطة اللي بعد كده هي الكالسيوم لو لقينا الكالسيوم طبيعي فغالبا برضه اكيوت كيدني انجري لسه مفيش مشاكل كبيرة تنقص الكالسيوم اما لو لقينا الكالسيوم قليل وفيه سيفير هايبر فوسفاتاميا الفوسفرس عالي فغالبا ده كورونيك كيدني ديزيز والفوسفرس ممكن يعلى برضه في حالات الأكيوت لكن لما نلاقي سيفير هايبر فوسفاتاميا ونلاقي هايبوكالسيميا فغالبا كورونيك كيدني ديزيز والنقطة اللي بعد كده هي البوتاسيوم لو لقينا البوتاسيوم عالي فغالبا ده أكيوت كيدني أنجري لأن الكلا لسة مش قادرة تتكيف مع المشكلة اللي حصلت وتحافظ على مستوى إخراج البوتاسيوم أما لو لقينا البوتاسيوم طبيعي فغالبا ده корonic kidney disease إلا في الحالات المتأخرة في ال end stage لأن الكلا لحد stage 4 مثلا بتحافظ على مستوى البوتاسيوم برغم ضعف الجي اف آر بتحافظ على إخراج البوتاسيوم فالخلاصة لو لقيت البوتاسيوم عالي فغالبا فيه acute insult في acute kidney injury اما لو لقيت البوتاسيوم طبيعي فغالبا ده كورونيك كيدني ديزيز الا لو كان الجي اف ار اقل من عشرين بقى في ستيج فور او ستيج فايف يعني والنقطة اللي بعد كده هي وجود البروتين في البول في حالات الاكيوت كيدني انجوري غالبا بيبقى نسبة البروتين قليلة اللي بتخرج في البول بروتينوريا بتكون قليلة اما في الكورونيك كيدني ديزيز فغالبا بتكون كتير النقطة اللي بعد كده هي حدة الاعراض الراجل اللي عنده اكيوت كيدني انجوري بيبقى مش متعود على تضاهر الوزائف الكلا لسه جسمه مش متكيف فبيحصل فيلويد اوفرلود ممكن تلاقي جسمه يورم ممكن يبقى معاه نوجا فومتينج قيء وغثيان والاعراض بتاحته بتبقى جديدة وهو كمريض بيبقى مش كويس اللي في اكيوت كيدني انجوري اما الكورونيك كيدني ديزيز اللي هو برحته بقى مع الزمن ده بيبقى عنده اعراض بسيطة غالبا ننس بالسفك كده وجسمه بيتكيف واحدة واحدة مع الاعراض فممكن تلاقي معاه فاتيجابيلتي الراجل بيتعب بسرعة كده او ممكن تلاقي معاه كورونيك بروريتس يعني بيهرش في جسمه من فترة كبيرة الحاجة دي تقولك الاعراض بسيطة واحدة واحدة كده يبقى كورونيك كيدني ديزيز اما الكورونيك كيدني انجوري الدنيا بتقلب معاه بسرعة واخيرا البون ديزيز لو انت عملت اكس راي ففي حاجة اسمها سابري اوستيال ايروجينز دي لو لقيتها فغالبا المريض عنده كورونيك كيدني ديزيز وعنده بون ديزيز بسبب هذا الكورونيك كيدني ديزيز اما لو لقيت الاكس راي طبيعي فغالبا ده اكيوت كيدني انجوري مش مأثر لسه على العظام ولا مأثر على اي حاجة تاني ودي كده كانت معظم النقط اللي من خلالها نحاول نعرف هل ده اكيوت كيدني انجوري ولا كورونيك كيدني ديزيز وممكن ان شاء الله نبقى نعمل حلقات مفصلة عن الاكيوت كيدني انجوري بأسبابه وعلاجه حاجته وعن الكورونيك كيدني ديزيز بأسبابه وعلاجه ان شاء الله وبيتهيق لي كده ممكن تكون وصلتك فكرة ازاي نعرف المريض اللي جاي لك ده كورونيك كيدني ديزيز ولا أكيوت كيدني أنجري وهو قل لك مثال كده نحاول نفهم الصورة شوية انت مثلا حجزت مريض عندك عنده التهابرة قوي ده راجل عنده خمسين سنة وعنده سكر من عشر سنين جيت تعمل له وظائف الكلا لقيت الكريات بتاعه عالي والنفر التلاتة والراجل ما يعرفش اذا كان عنده كوروني كيدني ديزيز ولا لا قال لك انا ما عرفش عملت له سونار طلع حجم الكلا طبيعي لكن جيت تعمل له الهوموجوبيل لقيته قليل البراثيروت هرمول لقيته عالي الكالسيام قليل تحليل بول لقيت في بروتونوريا كتير جدا الكرياتيني اني نفسه لما عدته تاني يوم وتالت يوم وربع يوم طلع في نفس المستوى تلاتة تلاتة واثنين من عشر والراجل بيخرج بول طبيعي مفيش مشكلة يبقى غالبا ده كوروني كيدني ديزيز بسبب ديابتك نفروباثي على النقيد مريض عندك تاني عنده خمسين سنة ما عندهش سكر ولا ضغط محجوز لأي سبب تاني جيت تعمل له وظائف الكلا الكريات لقيته عالي لقيته تلاتة جيت تعمل له سونار لقيت حجم الكلا طبيعي براثيروت هرمول لقيته طبيعي كالسيام طبيعي اخراج البول اليورن اوتبوت لقيته قليل البوتاسيوم لقيته بادئ يرفع تاني يوم وانت بتعد له التحليل لقيت الكريات بيرفع بدل تلاتة بقى اربعة ونص تالت يوم بقى خمسة ولا خمسة ونص بالتاريخ المرة دي مثلا كان بياخد أدوية نيفروتوكسيك مثلا يبقى في الحالة دي الصورة بتتجمع قدامك ان ده ويبقى كده خلصنا حلقتنا وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم